السلام عليكم ورحمة الله على احلى متابعين في الدنيا وفي العالم كله. النهاردة انا جاية بطريقتين اتنين. طريقة عمل الجليش وطريقة عمل الرؤياء. ومش بالطريقة التقليدية جايباها عاملة ازاي فاندويتش البتزا وفطيرة البتزا. يلا نتابع الوفا ونشوف عملتها ازاي بالرؤياء وعملتها ازاي بالجليش. اكلة سريعة وسهلة هتاكم لكم كتير. ما تمسناش في الفعلا. لو انت اول مرة تشوف القناة فعلي زل الجلب على كلمة كل. عشان يصلك البطبخ وسليمة كل دي. تستحك ان الحشو جميلة والجبنة. بلا نتابع الطريقة والوصفة النهاردة. وتنساناش في اللايك والشير وسابسكرايب وتابعوه. هنقول مكوناتنا معينا هنا. مكونات طبعا الابتزا الرؤياء. الابتزا الكاملة اللي بالرؤياء بدون عاجيم. وهناخد اه فاندويتش البتزا بالجليش. اه معينا طبعا الحشو والمقادير دي حسب كل رغبة كل واحد وامكانيات كل واحد والمتاح عنده. معي هنا بفترمة. ومقطعها بالمنظر ده. هنشايفينه? ومعي آآ فدق. ادي البفترمة مقطعها بالشكل ده. وهنا معي فدق. جزء من الفدق. آآ مقطعه. آآ قطعة صغيرة كده. رنشاط طماطم. آآ فلفل مخلي. زاتون آآ قضي زاتون مخلي. وآ جبنا شدار. آآ فلفل اغدر آآ مع الطعات رنشاط. وآ ثمنة. آآ ثمنة. آآ وهعمل آآ واحدة بالآ فندويتش مختلف بالقطعامة المختلفة الفندويتش بتاع البيتزا. تابعوا معي الطريقة. ومعي طبعا الرؤاء. معي هنا الرؤاء اهو. الرؤاء البلدي العادي. وممكن تعمليه في البيت. او تشتريه جاهز. ومعي هنا الجلاش. الجلاش اللي هي لفة الجلاش اللي بتتبيع كده. اهو. ده الجلاش. آآ هنبدل الجلاش ونشوف بقى ايه كده? هنعمل ايه الخطوة اللي جاية. آآ تابعوني. هنا انا جبت الرؤاء. بليته تحت الحنفية. الرؤاء الناشف ده. اهو. الرؤاء الناشف ده. بابلو تحت الحنفية. المعدنية لفلتك. وبحط بين كل طبقة او التانية. آآ ده هنبدهم ايه زبدة او ثمنة. اعملت دول اربع رؤاءات. تمام? هجيب الحشو بتاعي. احط الفلفل. اهو. آآ طبعا آآ آآ دي بتبقى غير البتزة العادية اللي بتحط فيها ايه? الفلفة بتاعتها. فانا مش هحط لها فلفة انا هحط لها كاتشا. تمام? آآ احط جزء طرنشية الطماطم. طبعا الحشو ده على حسب كل حد. بس الاساسيات اللي انا بحطو ده. ممكن حد يعملها جبن بس. يعملها بس. يعملها بخترمة. يعملها مشكل جبن. فانا هامل المتاح عندي. حطت كده. هجيب آآ بكت. هجيب كده بكت الكاتشا. اهو. احطه. هيدي هتعم حلوة قوي. آآ طبعا بقى ايه? يعني كل صانية كده على حسب. انا مش حبة ان انا قطر انا هحط لها كل واحدة. آآ تلاتة. هو هيسح في بعده كده والجيب طعم مسكر جميل الكاتشا بدا. انت عندك بكاتشا بارطمانات مفيش اي مشكلة. اهو. انا كده حطت اربعة صانية. هتوزقيه بقى على حسب كده. اهو. هحط الزتون. دي الاخفيات لكل بجد بجدة تعجبكو جدا جدا جدا. اهي. حط الزتون كده. اهو. 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 كل واحد على حسب امكانيات زي ما قلت. هضيك للجبنة بجد شيدر. آآ طعم هيبقى حكاية. لو عندك رشة الزعتر آآ رشيها. طبعا احنا محطناش طوابل ولا ملح على اي حاجة. آآ آآ ليه? لاني البطر ما احد اهل تنحي ده. الجبن فيها ملح. فبالتالي احنا ما نحطش اي اي زعتر على اي آآ قضي اي ملح على الجليش. او الرؤية. ساعدني يا جماعة لما باتوا في كده. ببقى ملك كده في حاجة تانية وبتكلم في حاجة. هنا انا هو رشة اهي زعتر. الزعتر اهو. هو ده الزعتر. اهو رشة بسيطة كده. ده بيديكي طعم البيت زي اللي جنن يعني. تمام? هرش هنا هجيب الجبنة لمزاريلا. اهي. هرش كده جبنة مزاريلا. واعملوا حسابكم ان انت هترش على الوش كمان فما تقطروش جوه. اهو. خطيرة خطيرة. على رقي نجلة. اي حاجات اقولها خطير. هنا كده هروح بقى ايه? احط على الطبقة دي. آآ بقيت الرؤية. انا كده حطيت اربع طبقات وحطيت الحشو بتاعي هروح احط اربع طبقات تانين فوق الصينية بتاعة خلكم معنا. خلاص كده هجيب بقى هنا آآ كوبية لبن. اهو. هضيف عليها. مش هضيف عليها اي حاجة. غير شوية فلفل اصمر بس. وشوية آآ زبدة. اهو. الزبدة هقبين منذ الاخر. هسقيها بقى كده. عشان آآ الرؤية يستوي فيها. اهو. هسيبها بقى كده. تشربوا منها فيها. طبعا همش قطعها. ايجي هنا. هحط الزبدة. اهو. هاجي عالوش. آآ كوبية اللبن دي مهمة جدا ما تحطيش اكتر من كده عشان ما تعجنش معيكي. وفي نفس الوقت تبقى نشفة. هاجي هنا عالوش كده. حاجات بسيطة جدا. حاجات بسيطة جدا. ذاتون آآ فلفل حاجات لا تذكر. بحيث ان انت لما تيجي تفيح الجبنة هتآ تبقى فيها يعني. تبقى عاملة شكل البيتزا. تمام? هاجي كده على الجبنة المنزاريلا. هرشي لي رشة حلوة كده. بس. اهي. وعده اخلها الفرن. اهو. تمام كده. رشة صعدة الزغنونة خالص. عشان رايحة تبقى حلوة كده. ادي كده هدخلها ايه الفرن بتاعنا. ويلا نشوف بقى صندوتشات البتزا بتتعامل من الجلش ازاي? عشان نصورهم مع بعض كده. مرة واحدة. جلاش بتاعنا. والزبدة بتاعتنا. وصانية اللي هتسوي فيها. هزينها. هزينها زي ما انت شايفين كده. اهم حاجة دهينيها. ما تحطهاش على الصانية من غير ما تكون مدهونة. تمام? عشان تحمر الوش من تحت. عشان تبقى جميلة كده. مع بعض. هناعمل ايه? بنفس الحشو بتاعنا هو هو ايه? هنيجي هنا على الرؤياء. افضي الجلش. هنمفك واحدة واحدة كده. اهي. واحدة واحدة. هتميها كده. بسيط. اهو. هاجي ادهنها. تمام? هجيبي الكتشب. احط بسيط برضو. بتدي طعم بس حاجة بسيطة كده مش كتير. زرت. آآ زعتر. رشة زعتر. التوابل بتاعتي. الفلفل الجبنة. كل الحشو بتاعي. انا هعمل قدامكم كام واحدة كده. اهو. اهو. الطريقة دي هتحبي بفاعي جدا جدا جدا. آآ وهما رايحين المدرسة. آآ هيحبوها قوي. يعني نصيحة مني جربوها لأولادكم. اهو. هحط الجبنة لشريحة الطماطم الاول. في حد ما بيحبش الحاجات دي ما تحطهاش. هنحط شريحة الطماطم وفوق منها الجبنة المفزارلة. زي ما انتم شايفين. تمام? هيجي بقى اقفلها كده. اهو. اهي. واقفلها لنحط تانية كده. ليه انا ما حطتش طبقة تانية? هي مش هتتهي مش مستهلة ان انت تحط لها طبقة تانية. هاجيها دهين هنا ثمنة. وعشان تقفليها اكتر ممكن تدهيني لبن وتقفليها. هاجي هنا. لو انت حسيتها خفيفة. تغضي نص واحدة كمان. اهو. وتقطعي النص التانية. بحيث انها ما تبقاش. اه تخينة معيك. اهي. واجي اقفلها من هنا كده. ده لبن. وتحطي اه كده اهو تقفل معيكي. دهيني لبن وزبدة. اهو. الناحية بتانية كذلك لبن وزبدة. اهو. بقى معي. آآ فطيرة البتزة بالجلاش. رائعة. صندويتش جامد كده وجميل. آآ عايزة تشكليه باي شكل بس ده اكتر حاجة هيحبوه الاولاد مش هيقع محكم من كل الجوانب. تمام? هكررها معيكو. هكررها معيكو تاني. هجيب الورقة. اهي. هقسمها تلتين كده. مش هخليها النص بالنص. تمام? والورقة اللي متبقية من الورقة الاولانية حطتها عشان تبقى من تحت آآ فيها سماكة كده. تمام? هنحط الكاتشاب. اهو. كاتشاب اهو. هنضيف الزبدة بتاعتنا. نحط الحشو. البسترما. نحط الفلفل. الطماطم. جبنا الشيدر. زتون. جبنا مزاريلا. ونقفلها. اهي. ودي دي كده عليها. احط دي كده. وهجيب واحدة تانية. اهو. اهي. هجيب واحدة تانية مل هنا. ونجاة قفلها بيها. بحكمها غلق. اهي. نصها بس. ودخلها لجوه كده. واسيب النص ده للوحدة التانية اللي هعملها وهكذا. تديني في الارضية سماكة. هدهن زبدة. ارسمنا. اهو. هدهن لبن عشان ابقى جيدة الغلق. انا بم خليها جيدة الغلق. اهي. تلتق فيها. اهي. من هنا كمان. وبحطها على الجنب اللي هو اللي انا قفلة به. اللي هو اللي لازقين في بعض ده لاني هو قسمة من اللي تحت. اهو. بس كده. اهي. هجي التانية واحدة. اكمل بقى كل الفيلمية بالمنظر ده. انا ماجي احطها ما احطاش على الوش ده. هحطها على الجنب ده. لان هو اسمك. هحطها كده. وهكمل الصنية بتاعتي ونرجع لكم. تنسناش في اللايك والشير والتفعيل بالفيديو. والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لضمان وصول فيديوهات. اللفت الكمية كده زي ما انتم شايفين. تمام? اه هكيد هنا كباية حليب. احط عليها فلفل اصمر. شوية زحطر برضو. بس مش اكتر. اه هضيف عليها البضاية بس انا علشان اقلل الكباية. هضيف عليها بضاية. ودي انت ديكي حرية الاختيارة عايزة تضفيع دفيها مش عايزة ما تضيفهوش. اللي مش حابب البيض ما يخطش. بس البيض بيطلحها لونها دهبي وطرية معيكي اكتر. اه حتى فلفل اصمر عليها طبعا عشان الزفرة. تمام? عشان ظفرت البيض. بتقلب كويس جدا. اهو. هسقي بيها بقى ايه? الفندونشات بتاعتي كده. طبعا لازم 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 الخطوة دي ما ينفعش ان انت تسويها من غير ما تحطشها لها. تمام? هتحطش اللبدة بتاعتك كدهاني. اهو. همدخلها الفورن. كده تمام? اهو هتتشرب الخليط اللي انت عملتيه. هتدخل لها الفورن. عشان لازم الخليط ده عشان ما يخليش الجلاش من جوه. اه. نايم. فالخليط ده يخليه ياخد ودي معاك في السوا ويطلع مستوي كده وبيقرمش ومستوي وجميع. ما يبقاش زي ما هو كده عاجين. تمام? اه احلى صندونشات هتعمليها وتقليها. اه اكلة خفيفة على السريعة ما تكوني مستعجلة. وتنفع اولابنا في المدارس. آآ هنا برضو هحط هنا ده جزء كده من المزاريلا. اهو. ويلا بقى ندخلوها ونشوفوا الشكل ما هيبتحها بقى عامل ازاي? الصنايت الصنايتين في الفرن. على من تحت بس واسيبهم براحتهم خالص. ونرجع نشوف الدرجة اللي احنا عايزينها. ومجرد ما ياخد لون بس كده ويشرب الجزء بتاعه يبقى هو كده استوى زي طريقة الجلاش العادية جدا. او رؤاء. تمام? بص ما شاء الله. بص القطعة ازاي? شايفين? شايفين الصنايت تانية? صنايت الفيزا بالرؤات. وايدي صنايت الفيزا بالجلاش. القبة ازاي وجميلة? نشوفها بعد ما تخلص. كده بعد تاخد وتدي مع بعض وتبقى القطعة مقرمشة وده يبقى. ورجعنا لكم بعد ما قطعتها. ايدي شكل الفيزا النهائي. السريعي السريع كده جميلة جدا. اه المستعجل واللي جاي من شغل متأخر. مش هيضطر ان هو مش عارف يعمل اكل ايه بسرعة بسرعة كده. مش هضطر ان هو يعمل عجينة ويستنى لما تخمر ويا صابت يا خابت وتطلع جميلة او لأ. بقاتي معك وانت طالع كده الحاجات على السريع على السريع. في عشر دقائق وانت وقفت. خلاص انتهى. بقت بالمنظر ده احلى بيزا. مش محتاجة جنبها غير اعملي آآ شب عصير كده فريش مانجا ولا جوافة باللبن كده. وآآ طبق مخلل حلو وخيار كده مقطعيه. ويبقى اكله متكاملة مكتملة. تمام? تعالوا بصوا كده الجماعة. بصوا قد ايه طريق. قد ايه جميلة فعلا. تفتحك ان انت تعمليها. اهي. جميلة فعلا فعلا. تفتحك ان انت تعمليها. شايفين? كل الحشو جميلة والجبنة آآ سايحة وكله تاني. شوفوا الوصفة قد ايه هيلة. شوفوا الجميل. شوفوا. طبعوا الطريقة يلا. هقطعها معيك واركوا قطعة منها.